تواصل الدولة جهودها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بتقديم تيسيرات ومحفزات كبيرة للمستثمرين وفي هذا الإطار استقبل رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة طارق سلام جمال الدين وفدا من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من المستثمرين الصينيين لبحث أوجه التعاون ودراسة الفرص الاستثمارية بالمدينة اشتركوا في القناة